أكدت إدارة الدفاع المدني السعودية مقتل 11 شخصاً وإصابة أكثر من 200 آخرين من جنسيات مختلفة في حريق اندلع في قبول المجمع السكني التابع لشركة أرامكو النفطية في مدينة الخبر شرقية البلاد ونشب الحريق في الأدوار الأرضية وتصاعد الدخان إلى التوابق العلوية وهو ما تسبب في حالات اختناق وتم نقل المصابين إلى المشفى بينما تجري التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق